لك أدوات الصيد اللي ممكن أن رجيسي يشتغلك من خلالها أو ممكن يصطادك من خلالها واحد لو أنت مهملة في حياتك في العموم أنت عاملة إهمان لنفسك أو الزكور اللي في حياتك أو الرجال اللي في حياتك خصوصاً للأب كان مأهملك جداً ودربك على إهمان نفسك وأنك منزوعة القيمة وصورتك الزهنية عن نفسك مشوهة اعرفي أن أول ما النرجيسي هيخش في حياتك لو ادك حبة اهتمام وحبة قيمة حيسحابك من خلالهم فخلي بالك أنه مصيادة النرجيسي جاية نتيجة إهمال الأب في عطائك وإجباعك في الجزء اللي بدأ يصطادك منه يعني أنت حاسة أنك عدمت القيمة لأن الأب ما أعتقيش قيمة بأنه تقبل وجودك وتقبل نوعك واشتغل معاك من خلال التعليم والتدريب والتعديل وأنه يعيد تاني القرى معاك واحدة واحدة لما يعلمك إزاي الزكور ممكن يمقروا بالستات اللي قدامهم ويقوي حدودك ويعلمك إزاي تقولي لأ وما يخليكيش أنت أصلا عندك صورة ذهنية مشوهة عن نفسك هو أصلا اللي شوها الأب فبالتالي النرجسي مش هيقدر يخش يصطادك من خلاله فخلي بالك أبوكي هو أول من اعتدى عليك أو أول من أهمله في زراعة قمتك عن نفسك أو إجباعك بنوع من أنواع الإجباعات النفسية فيخليكي حسن قوي جدا ما يخليش أي نرجسي يعرف يصطادك طب النرجسي ممكن يصطادك من خلال إيه؟ واحد إن يعطيك أهمية لو كنت مهمشة ومهملة اتنين هيديك قيمة لو كنت منزوعة القيمة في المكان اللي أنت فيه تلاتة عرض المساعدة والسند لو كنت دايما أنت اللي بتشيل المسئولية دايما ومن الآخر الزكور اللي في حياتك بيرمع لك المسئولية فمحتاجة بس أي حب تسند أي حد يسندك فبالتالي عرض المساعدة دايما بأن أنا هقدر أشيل معاك المصيادة اللي بعدها اللي ممكن يصطادك من خلالها النرجسي الهدايا والفلوس والخروجات واللبس العطايا المادية يعني لو أنت نفسك في ده أكيد هو مجهز أي راجل مجهز يفهم احتياجات الست كويس أوي ربنا ما يديهم الحاجات دي بسهولة جدا أن يقدر يفهم احتياجاتك فبالتالي الجزء المقصر في أبوك مثلا أو حاجة فبالتالي هو بسهولة جدا هيبدأ يعرضه عليك وهو ذكي جدا في أنه يفهم الطعم اللي هيحطه في المصيادة اللي هيصطادك من خلاله يعني هيحط حب ولا اهتمام ولا تأدير ولا صورة ذهنية كويسة أوي غير المشوهة اللي عندك أو من الآخر هيديك سند أو مساعدة إيه نوع الطعم اللي هيحطهولك في المصيادة عشان يعرف يصطادك وبعد كده يبقى هينقاطك بحاجة حاجة فخلي بالك كل العروض اللي أي راجل بيقدمها لك هي جزء من المصيادة اللي عايزك يصطادك بيها فمن الآخر ما تخلكش رخيصة أي كلمتين أو أي خروجة أو أي هدية أو أي عرض مساعدة أو أي حب حتى مهما كان الحب والاهتمام والقيمة الى الراجل اللي هيديها لك إذا كانت بعيد عن شيء شرعي ومعلن قدام الناس كلها فهو شيء رخيص والبنات اللي بتقعد تكلم الشباب ومن الآخر بتديها جزء من الولاية عليها أنت روحتي فين وجيتي منين وعملتي النهاردة وسويت إيه أنت بتدي له جزء من الرجول اللي هو محتاجها وبتدي له جزء من الخضوع النفسي لكي بدون مقابل فأنت كده بترخصي نفسك له فخلي بالك كويس قوي من المصايد اللي النرجسيين بيعملوها على البنات إذا كان اهتمام أو قيمة أو حب أو مساعدة أو بيصلح الصورة الزهنية عنك اللي القب فعلا شواها من بدري فخلي بالك وما تخلكش رخيصة ما توليش راجل عليكي أنت روحتي فين وجيتي منين وتدي له جزء من الرجولة واللي طي راجل عليكي ببلاش فخلي بالك أنت كده بترخصي نفسك شكرا لكم اشتركوا في القناة